أختي العزيزة أكون مافيات دواء كبيرة صحيح أنا أقول لشياء البلد مخترق في كل شيء وأنتو تعرفون يعني أعجيب لش مثال لا يمكن أن نطلب أن تكون الصيدلة والأدوية أفضل ما موجود بالعالم في بلد كل العوامل المساعدة موجودة يعني تثبيت وتد في رمال متحركة لا يمكن بس هذا لا يعني إحنا متوقفين عن هذا الشيء لا بالعكس بدأنا خطوات كل شهاية في تفتيش الصيدليات والبحث عن المواد اللي جاية بشكل غير أصولي لأدوية الاكسباير وجود صيدلية وعدم وجود صيدلي بالصيدلية الآن نقابة صيدلية تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراءات سليمة جدا وبطريقة مهنية وليس بطريقة عسكرية مثل ما قلت لك نهاجم مذاخر ومكاتب ويضمون الدولة ويضمون الدولة ويقروا فر هذا ليس دولة هذا مو بلد أرجع أقول إيش يا ناقيم الصاد يفترم سوق مريدي أو على البسطات بالشارع يقولهم ليش حاطين هدوية ليش ما كوندي قوى أمنية خاصة باتجاه هذه المواد اللي محطوطة أكون دولة نحط على الرصيد إحنا تبريد ودنيا وصيدليات ومداخر ومية شغلة وراهم هذه شغلة مؤسسات دولة أخرى لازم تساند نقاب الصحية وتساند أيضا وزارة الصحة في هذا الاتجاه أرجع أقول ليش يا يعني ماذا بنلوم على وزارة الصحة عندما ما عندها فلوس أن تستورد أدوية المواطن العراقي أدوية السرطانية والمزمنة وغيرها هذه الجيبها لازم تحطها بالعيادات الشعبية وكانوا يأخذوها المواطنين وتذكرين البطاقة الصحية وكان عندنا برنامج لوقاية الأطفال والبيوت ويفترون وقبل ما يدخل الروضة وكل هذا الكلام شو قضية يعني تغير نظام سياسي بس هذه الأشياء إحنا الفنيين موجودين وإحنا اللي نقوم بيها وبالتالي يجب العمل والرجوع مو الرجوع هي هذا الواقع ما نثني بالأثمانينات أحسن نظام صحي بالعالم العربي كان بالعراق وأحسن نظام تعليمي وذولا بلدنا وناسنا بهذا الاتجاه مش كده مو يمنى مش كده أجهزة الدولة حقيقة ما عرف شنو جاي يسوي أما تقوليني شنو سوينا جاي نقدم دراسات ونكتب ونحشي ونسول بس الأرض اللي إذن صمى وده أقول لك إذا أحسب دراسة الصيدلة ووجودي بالوظيفة وبالخدمة العامة قاربة ستين سنة شنو اللي بعد أقدر أسويه باقي بهذا الوطن غير هذا واجبي بهذا الوطن يسويه إما حاجة يسمى ها هي لكن هذا يقول لي لي واحد يعوف أم وأبو مني يكبرون لا ولا ما نعوف ونظل نطرق على هذا الباب ونظل نطرق إلى أن نقدم ما نستطيع أن نقدمه وإذا رب العالمين يريد أن يخذ ما انتهى هذا ما نقدر إحنا بعد هذه سنة مشروفة سنة مشروفة